صدر التقرير السنوي الجديد حول السعادة في العالم واقترح أن المال لا يجلب السعادة لنكن أكثر دقة أن السعادة تحتاج أكثر من المال لتتحقق ماذا تحتاج؟ عندما نتكلم عن السعادة نتخيل التقص الجميل المعتدل بحراً ورومانسية وبحبوحة لكن الدول التي تصدرت لائحة الأكثر سعادة في العالم لا تتمتع بذلك التقص ولا أبناؤها من أكثر الأغنياء في العالم فما السر؟ الجواب ممل نوعاً ما هو تأدية المؤسسات وظيفتها بشكل جيد المدارس والخدمات الصحية والشرطة وكل مؤسسات الدولة تعامل الناس باحترام ما ينعكس سعادة علينا ويجعلنا نثق ببعضنا ونشعر بانتماء إلى المجتمع بشكل عام أمر بسيط وممل وأتساءل لما لا يقوم كل العالم بما نقوم به السؤال بسيط الإجابة عليه ليست بتلك البساطة أطاحت الناروج بالدنمارك التي كانت الأولى العام الماضي رغم أن السعادة لا تبدو واضحة على وجوه أبنائها لا نبدو سعداء لأن لدينا قواعد للتهذيب نحترمها منها أن لا نزعج الآخرين من تفاصيل هذه السعادة رزقت بطفل منذ ستة أشهر وكان مهما جدا بالنسبة لي أن أحصل على عشرة أسابيع بوة وزوجتي على أكثر من أربعين أسبوع أمومة أعتقد أنه التوازن بين الحياة والعمل ولا تقد أحيانا أن العمل هو محور حياتنا نتمتع بشبكة أمان واسعة لدينا التعليم مجاني والتخطي الصحية مجانية وعلاقتنا جيدة مع الطبيعة طبعا تتساءل أين تقع البلاد العربية في لائحة السعادة من بين 195 سوريا في الدرجة 152 اليمن 142 تعاني بلداننا من أزمات متلاحقة ويبدو السؤال عن السعادة فيها سورياليا لكن لابد أن نعدل في بعض معاييرها فظاهرة السعادة في الدنمارك ترتكز على لقاء عائلي يومي الشعور بالدفء حول المدفأ في التقسي البارد والتمتع بمشاهدة التليزيون هل تساعدنا هذه العوامل؟ ترجمة نانسي قنقر